كيف ترى اليوم سياسية ستار؟ السياسية اليوم تمر بفترة صعبة مادياً ورياضياً لفكتيف اللي موجود اليوم؟ لفكتيف متوسط أنا عندي أربع سنين نقول فيه لكلام هذا لفكتيف متوسط لا تنجمش بإمكانيات مادية محدودة تجيب ملاعبية كبيرة تنجمش برشا أحبائي طالبوا اليوم منصف خميخة من غادر الفريق أنت مراي هذا وألا لي؟ أنا مراي هذا لأخطر أشوف كتعمل أربع سنين وتخلي العباد الكل ضدك خاصة جمهور إذا كان الجمهور ضد راوسة يعني ما عاش نجم تخدم الظروف ما عادش تخليك تخدم بالعكس الناس الكل في سفاقس يعرفوا التضحيات والمادية يعرفوا اللي أنقذ الفريق من ممكن كارثة كانت نجم تكون كما لكل بافريكا أقل ممكن الفلوس لكن لكل بافريكا عندها فهم برش عباد وقفولها من هالجامعة من هالجمهور متاحها السياس السياس في وقت من الوقات كان منصف ميخة من اللي يخلص في الخطايا التركة اللي لقاها ما هيش سهلة لكن بعض ما عرفش يتصرف بعض اللي شوامتعوا كانوا غالطين مثلا شفايش غلط غلط في المدربين غلط في الركوريتمو هنا بالنسبة لي فعوض تجيب خمس وعشرين وثلاثين ملاعبي يتكلف الوحد بألف دينار في الشرق نجيب ملاعبي بأربعين ألف دولار خير من نجيب أربعين ملاعبي متوسطين ماذا يكون اللي اخوة الدسيزيون في الامور الفانية في التوافص فاقس لا نفهم لا نفهم لا نعنى ديركتور سبورتي ممكن المدربين لا يتشاورش مع شكون لا سي سوريا تشاور لكن نرى فلا فرق بين تضع مسؤول قدام العباد المسؤول عندهم مسؤولية بشي تحاسب وبين انك تكلم فلان وفلتان بمديزامي تسألوا على فلان وقتها ينجي ما يعطيك رائع بوجل بين وبين يونس في قيمة انهم يكونوا مدربين في السياسيس شوف في الوقت هذا صعيب تدريب السياسيس ماذا معنى بوجل بين وبين يونس ينجم يكونوا عندهم الكاريير متاحها وبوجل بين عنده شهايد وعنده كاريير وعنده كذا لكن عنده الكفاءة ولا ما نعرفش ماذا كل ملاعب يقديم رأوا يكون ينجم يكون مدرب كبير ولا رأوا مارادونا كان يكون أحسن مدرب في العالم صحيح مهوش لوكا كورديولا ما كانش من الملاعبية الكبار متوسط ولا ملاعبية ولا أحسن مدرب في العالم أكبر منهم السياسيس ولا اليوم في الوقت هذا مهوش على خطر هو ما راهم ناقصي هو ما بتدريب عندهم مش خبرة فماش ظروف مواتي عشخلا فوزي بنظرتي غادر عشخلا فتحي جبال ماينجحش عشخلا كرول ماينجحها عشخلا كرول ماينجحها كرول عشخلا اليوم مشكلت السياسيس مايش مدرب مهيش كان مدرب مهيش مدرب مهيش كان مدرب راهم مدرب إذا ما توفر لهش الظروف والملاعبية راهم زادها ماينجمش ينجح أنا بالنسبة لي بوج البان وعيماد بن يونس في الفترة هذه صعيب صعيب باش ينجحوا في السياسيس صعيب عليهم مع أنتا باستميلك بعض الأسماء وعطيني رايك فيها نعم سلاح الدين الزحاف مرئيس نادي عمل الفترة باهية وكاو مشا على روح لطفي عبد الناظر كيف كيف لطفي عبد الناظر وقت يخدم هو في السياسيس من أحسن رؤساء أساء روحه والتاريخه والسمعته والمحبة العبادله وقت اللي خرج من السياسيس وفرخه من اللعبية وخلى ديونة كبيرة مونصف السليمي مونصف السليمي مقولو كما نقولو كما نقولو بصبيعة في الكربة أفريكا كما نقولو الفقرات نعم لكوز وكيبتيب لكن آخر اسم نحب نسألك عليه رئيس الجامعة وديع الجارية وديع الجارية رئيس الجامعة ما عنديش حتى ما عنديش حتى حتى علاقة بي انتقته شوية نعم لا انتقت التحكيم انتقت التحكيم حتى هو انتقت أكثر حاجة التحكيم التحكيم في تونس بصراحة فسد الكرة في تونس وفسد العلاقات بين الانديا عنديك موقف مليصية في قرية الشابة لا ما عنديش حتى موقف على خطر ما كيما قلت لك أنا أقبل في الكوليس هذو ما هذيها أمور قانونية أمور ممكن فالظرف هذا ما عنديش نشوف الديسيزيون قاسية موسيقى